شكراً لسيدة السفيرة على هذا البيان وأعطي الكلمة إلى المغرب سيد الرئيس، سيد المدير العام، حضرات السيدات والسادة أود في البداية أن أهنئ السيد دارنطانغ على تنظيم هذه الدورة الخامس والستون من اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء وعلى التقدم المحرز خلال السنة الماضية كما لا يفوتني تهنئة سيد الرئيس على رئاسته لاجتماعاتنا سيد الرئيس، يواصل المغرب العمل على تعزيز نظام قوي وشامل للملكية الفكرية بهدف خلق اقتصاد مبتكر وتنافسي وفي إطار تعزيز علاقة التعاون مع الوايبو، فقد شكلت الزيارة التي قام بها السيد دارنطانغ، المدير العام للمنظمة إلى المغرب في أكتوبر الماضي، فرصة سانحة لإطلاق العديد من المشاريع أما فيما يتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية وطنية للملكية الصناعية والتي تولي أهمية قصوى للرفع من مستوى الوعي بأهمية الملكية الصناعية والتجارية لدى المقاولات فقد وصلنا جهودنا في هذا المجال حيث تم استهداف أكثر من 300 ألف مستعمل الملكية الصناعية من خلال حملات تواصل متعددة وندوات موضوعاتها وقد أعطى هذا البرنامج توعى وإتماره بدليل المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة وبالفعل فخلال سنة 2023 ارتفعت طلبات الحصول على العلامات التجارية من أصل مغربي بنسبة 7% وطلبات الرسوم والنمادي الصناعية بنسبة 14% كما عرفت طلبات براءة اختراع الوطنية زيادة بنسبة 12% مقارنة بسنة 2022 وانعكست هذه النتائج أيضا على تقدم المغرب في التصنيفات الدولية متعلقة بالملكية الفكرية علاوة على ذلك وفي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة أطلق المغرب سلسلة جديدة من الإصلاحات همت إطاره القانوني وذلك من خلال إدراج أحكام خاصة لا سيما فيما يتعلق بإعادة النصق وحق التتبع والاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية والبصرية والمصنفات البصرية فضلا عن ملاءمة التشريع الوطني مع معاهدة مراكش ختاما يسعدني السيد الرئيس أن أؤكد على اعتزاز بلادنا بالاندمام إلى المعاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية وشكرا شكرا شكرا شكرا